وبالفعل بتعود يعني بنشوف مثلا المملكة وإيران مصر وتركيا فربما هناك تحول وتغير فيه شكل وطبيعة العلاقات البيانية بين دول المنطقة فيه طبعا يعني ويمكن قلت في هذا البرنامج أو في برنامج آخر إن احنا إزاء نعم من الإقليمية الجديدة بدأت مع 5 يناير 2021 يعني ما إعلان العلا لو نذكر جميعا كان قبلها على طول موضوع التحالف الرباعي لو نذكر وإن كان فيه مصر والسعودية والبحرين والإمارات فيه مقابل قطر وتركيا يعني حتى وسط التركيا أرسلت قوات إلى قطر كان الوضع حرك دي بقى وسائل كتيرة للخلاف والنزاع وده كان خالق توتر شديد في المنطقة إعلان العلا دعا إلى التهديئة التفاوض حول المشكلات الموجودة وإعادة العلاقات الإعلان دعا إلى هذا وخلال بقى عامين الآن وشوية بنجد جارة هذه التطورات يعني ده الوقت اللي بدأت فيه المفاوضات السعودية الإيرانية برعاية عراقية بعد كده دخلت عمان تبنى العلاقات العراقية يمكن العلاقات ما بين تركيا والعراق ليست في أفضل ما يكون إزاي كانت وسيط في هذه المرحلة كانت وسيط مع إيران بين السعودية وإيران إنما التركيا كان تم بشكل مباشر في الأول أن تركيا تأخذ إجراءات جادة فيما يتعلق بوجود الإخوان المسلمين فيها وقنواتهم التلفزيونية وإلى آخره وبعد كده كان فيه جزء مهم وهو أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر بالخلافات رغم الضغوط الإعلامية الشديدة على الجانبين فإنه في مصر حافظنا على العلاقات الاقتصادية وبالتالي كان ممكن أنها تتوسع أنها ممكن أنها تتقدم الإيه اللي خلانا نوصل لنقطة الإقليمية الجديدة دلوقتي اللي هي يعني هتلاقي تفاصيل كتيرة على مستوى المنطقة كل يعني مثلا على سبيل المسال الزلازل دي ساعات حاجات بتعمل شحنة كهربائية شحنة طاقة إيجابية إنه كمل رغم الخلافات اللي قبل كده والكلام زي كده يعني السعودية لا تزال تقيم جسر جوي إلى تركيا وسوريا إحنا في مصر بعتنا طيارات وبعتنا يعني سفن للتنين لسوريا وتركيا وده بدون شروط وبدون أي